إذن نواصل وإياكم محورنا الثاني حيثنا فيه عسكرياً وأرحب بضيفين ضال أبو زيد الخبير للإستراتيج العسكري مساء خير وسلم ضال بك وسأبدأ من التطورات العسكرية الميدانية وعندما نتحدث عن هذا الأمر نبدأ بخريطة قطاع غزة آخر التحركات اليوم أسعد الله مساءك أنت ومشاهدين الكرام أستاذ محمد بداية إذا ما ذهبنا إلى التصور الشامل لمسرح العمليات نجد أن لا زال هناك كما تكلمنا في الحلقات السابقة تقدم على المحور الشمالي الغربي وبالتحديد من شمال قطاع غزة باتجاه مناطق الكرامة ووصولاً إلى منطقة مخيم الشاطئ عند رأس السابق في هذه المنطقة بالتحديد دعني أقف قليلاً لا زال هناك وتكلمنا في الحلقات السابقة أن قوات الاحتلال لا تستطيع تجاوز هذه المنطقة بسبب المقاومة الشديدة ما عزز كلامنا في البيانات التي صدرت عن المقاومة معظم المقاطع المصورة التي ظهرت هي ظهرت في منطقة الشاطئ أهمية منطقة الشاطئ تكمن أو مخيم الشاطئ أن المخيم اليوم يشهد جل العمليات العسكرية معظم العمليات العسكرية على المحور الشمال الغربي حصل هناك استعصاء عند منطقة الشاطئ ماذا تريد قوات الاحتلال؟ قوات الاحتلال تريد الوصول إلى شارع الرشيد وشارع الرشيد بالمناسبة هو محاذي إلى الشاطئ مباشرة محاذي إلى ساحل غزة بالإضافة إلى ذلك أن الوصول إلى شارع الرشيد يمكنهم من الوصول إلى شارع عشرة مفترق شارع عشرة يعني الإطباق على غزة المدينة من الجهة الغربية وبالتالي إكمال جزء من عملية الحصار وهو الهدف الرئيسي لقواته لا تتركز في شمال قطاع غزة وإذا تحدثنا عن شمال قطاع غزة بشكل أوسع ونتحدث عن محاولة الإطباق على مدينة غزة التي لم تنجح حتى اللحظة أم نجحت لأن هناك حديث اليوم كان عن أن شمال قطاع غزة بات خاليا من المقاومة نعم أستاذ محمد رغم كل ما أعلن عنه جيش الاحتلال ورغم البيانات التي صدرت عن جيش الاحتلال لكن الوقاع على الأرض والمؤشرات على الأرض تشير بشكل كبير إلى أن هناك انسداد في العملية العسكرية على محورين المحور الأول الشمالي الغربي باتجاه الشاطئ وهنا حصل انسداد وعلى المحور الآخر وهو الشمالي الشرقي مرورا من معبر أيريس إلى جبالية تم تجاوزها حتى وصلوا إلى منطقة مدينة غزة عند مدينة غزة وبالتحديد عند هذا المحور حصل عملية مرور وعمليات تزويد للقوات الإسرائيلية لكن في المحور الشمالي الغربي هناك عمليات إصابات كبيرة في الآليات المدرعة عمليات إصابات كبيرة في الجنود الإسرائيليين هذا ما يفسر سبب الخبر الذي تم تسريبه أول من أمس أن الجيش الإسرائيلي تعمد إلى إرسال دبابات من نوع مركافة ثلاث وإذا ما ذهبنا إلى المركافة الثلاثة من الجيل القديم أقدم من دبابات مركافة أربعة التي تقاتل الآن في هذا المحيط وهذا يعزز ما قلناه سابقا أن هناك إصابات عالية جدا في الدبابات الإسرائيلية وأن المحور الشمالي الغربي فقد تقريبا ثلث القوة مما يجعله غير جاهز كفاءة قتالية لإتمام مهمته وهي حصار غزة المدينة إذا ما أخذنا الشكل العام لعملية النجاحات أو الإنجازات التي تحققتها قوات الاحتلال نجد أن هناك عملية محاصرة في القوس الشمالي من مدينة غزة القوس الجنوبي لم يكتمل نهائيا وبالتالي أستطيع أن أقول أن العمل جارع لي على هذا المحور من خلال محاولة إجتياز الشاطئ مرورا إلى شارع الرشيد مرورا إلى مفرق شارع عشرة وبالتالي يبدو أن قوات الاحتلال تحاول إغلاق المنطقة الغربية وهذا الجزء حتى اللحظة هو لم يتم السيطرة على هذا الجزء لا يزال لغاية هذه اللحظة مفتوح وهناك مقاومة شديدة عليه إذا ما ذهبنا إلى المحور الشرقي الذي تكلمنا عنه كثيرا وهو محور لبريج جحر الديك هذا المحور يأتي من قاعدة ريميم في غلاف غزة وبالتحديد في هذه المنطقة وبالمناسبة هذه كانت مقر قيادة فرقة غزة الآن هذا المحور تقدم من شمال لبريج ما بين لبريج وجحر الديك يريد الوصول إلى شاطع غزة السؤال الآن هل وصل إلى شاطع غزة؟ لم يصل لغاية الآن إلى شاطع غزة لأننا اليوم سمعنا عن مقاومة شديدة ظهرت في مناطق لبريج وفي مناطق جحر الديك وبالمناسبة كان هناك العديد من العمليات التي تم الإعلان عنها وهنا أود أن أقف قليلا أن تم الإعلان عن إصابة عدد من الجنود من وحدة تعرف بوحدة شالداخ ما هذه الوحدة؟ ولماذا كانت هنا أعلن الجيش الإسرائي في هذه المنطقة نعم جنوب جحر الديك بالتحديد وتم الإعلان عن إصابة جندي في منطقة جحر الديك وحدة شالداخ هي وحدة من وحدات نخبة النخبة وهذه الوحدة بنيت على وحدة أخرى اسمها متقال أي تعمل هذه الوحدات من وحدات الاستخبارات عالية التدريب وتعمل خلف خطوط القوات وبالمناسبة هي من وحدات جمع المعلومات ومن وحدات أيضا الاستطلاع داخل المناطق وبالتالي يبدو أن قوات الاحتلال تحاول استطلاع منطقة لبريج جحر الديك من أجل التقدم أكثر أو أنها تشك أن هناك يبدو على ما يبدو تشك أن هناك مكان يختبئ أو يتم إخباء الأسراء الإسرائيليين في هذه المنطقة استمار القصف الجوي على مدينة غزة وهذا سؤال مهم جدا اليوم هناك قصف شديد كان على المدينة لا تزال قوات الاحتلال تستخدم هذا السلاح سلاح الجولي تدمير البنية التحتية تدمير المدن بالكامل قبل دخولها واختراقها عسكريا رغم أنك ذكرت أنها وصلت لشمال القطاع أو شمال المدينة نعم قلنا سابقا أن الجيش الاحتلال يعتمد على التقدم باتجاه محاور القتال وتجاوز المدن لا يريد دخول المدن لا يريد اصطدام بالمقاومة داخل المدن لأنه يعرف أن فتورة التكليف داخل المدن هي عالية جدا لذلك هو يتخطاها ويغطيها بالنيران وهذا ما حدث بالمناسبة في جبالي عندما حدثت مجزر الجبالي وقتل بالمناسبة أن ذاك ثمانمائة شهيد نتيجة القصف الإسرائيلي وحدث تكرر هذا الحدث أيضا في بيت لاهية الآن نسمع أن نفس السيناريو يتكرر في مدينة غزة إذن ما الذي يحدث؟ ما زالت القوات الإسرائيلية تتبع نفس التكتيك تريد التقدم على المحور الشمالي الشرقي تريد التقدم على المحور الشمالي الغربي وبنفس الوقت تريد أعطاء كتلة كاملة من النيران على غزة المدينة حتى تدخل على سياسة الأرض المحروقة داخل مدينة غزة سأبقى في هذا الإطار نتحدث عن المستشفيات واليوم كان هناك ضرب مباشر للمستشفى الاندونيسي شمال القطاع وجل مستشفيات القطاع تقع في شمال الذي يطلب الاحتلال إخلاء اليوم نعم ولماذا تستهدف هذه المنطقة رغم حديث الاحتلال أن هذه منطقة بات مسيطرة عليها يفترض؟ يعني تكلمنا سابقا أن إذا ما ذهبنا ورأينا أين توجد غزة المدينة هي بالتحديد توجد في هذه المنطقة غزة المدينة وهي الهدف الرئيسي لقوات الاحتلال على المحورين الشمالي الشرقي والشمالي الغربي وبالتالي الاحتلال يعتبر أن هذا مركز الثقل الاستراتيجي لقوات المقاومة في هذه المنطقة بالتحديد الـ Center of Gravity لهذه القوات بالتالي المستشفيات جميعها محيطة في غزة المدينة ويبدو أن قوات الاحتلال تعتقد أو لديها معلومات أن المقاومة تستكمن وتقود العمليات وتحرك العمليات من بعض المستشفيات وأبرزها مستشفى الشفاء وأبرزها مستشفى الاندونيسي وتكلم كثيرا عن مستشفى الصداقة ولكن دعني فقط أقف عند نقطة أن كل عمليات القصف تستهدف محيط المستشفيات أن الجانب الاحتلال يريد الضغط أكثر على المستشفيات من أجل تهجير السكان من مناطق شمال واضح جدا أشكرك كل شكر نظار أبو زيد الخبيري ستجير العسكري أشكرك كل شكر على وجدك معنا